موسيقى السعي والمثابرة والعزيمة القوية أمر مهم لتحقيق أهدافنا وأمنياتنا الكبيرة فلنبدأ بقوة وثقة وعزيمة لنصل إلى قمة النجاح وننال أعلى المراتب إذن أهلا وسهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من برنامج محطات برفقة ضيف جديد فخلكم إيانا موسيقى 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 أهلا بكم مشاهدين في محطتنا المتجددة بضيوفنا ومعنا لهذا اليوم شخصية متميزة من المدينة الفاضلة مدينة دبا الحصن وأرحب بضيفي الأستاذ محمد عبد الرحمن الطنيجين مساك الله بالخير مساك الله بالخير مساك الله بالخير مساك الله عليكم ومساك على المشاهدين الكرام وأشكر تلفزيون الشرقية من كلبة وشكرا على هذه الضيافة وعلى هذه الدعوة هذا واجب مننا الله يبارك فيك أبراز نخبة وخيرة أبناء المنطقة الشرقية الله يبارك فيك اللي مروا بمحطات كثيرة تغلبوا على الكثير من الصعوبات وأيضا عاشوا تجارب كثيرة منهم أيضا الأستاذ محمد الله يبارك فيك فدائما في برنامج محطات ما نستهل يعني حلقتنا بالبدايات طفولة أيضا ضيوفنا الأكارم اللي دائما ما ينورونا في الأستوديو الله يخلش فلو نسترجع شوي بالذكريات أو بذكرياتنا إلى الوراء إلى الماضي الجميل عشت في مدينة دبل حصن ومبعدها رحت للكويت للدراسة وأيضا لعبت في نادي الكويت فخبرنا شوي عن البدايات البداية طال أمر نحن عشنا في مدينة دبل حصن صراحة محظوظين ومدينة جميلة واحة خضراء في هذاك الزمان الزراعة والبحر والأسمات صحيح لكن الشياب عندهم مبدأ الولد يبلغ ثلاث سنوات أول شيء يسلحوا بسلاح القرآن لازم يودوا القرآن وذي كل أيام اللي عنده ولدين ثلاثة يطلب عليهم كل خميس خميسية درهم أو نص درهم فيختار منهم الولد الذكي الصغير ويودي المدرسة ما يختار كلهم أربعة مثلا عنده أربعة ما يقدر يدفع كل أسبوع أربعة ربيات الزمن هذا يعني في الأربعينات والخمسينات يأخذ منهم نفرين بحيث أنه يدفع كل أسبوع ربيتين الشهر ثمان هذه صعبة علي فأنا دخلت القرآن ومثل ما قالوا عندهم مبدأ أعلم والدك القرآن يعلمه القرآن كل شيء أول ما تبدأ بتربية الأولاد في القرآن ثم الصلاة فرحت درست الحمد لله الناس قبلية يدرسوا أنا ييتهم من بعدهم ودرست وخلصت قبلهم وخليتهم ورحت عنهم ماشاء الله حفظت القرآن حفظت القرآن أربع سنوات حفظ كامل مرة وعمرك أربع سنوات من ثلاث إلى سبع من ثلاث إلى سبع إلى سبع طلعت من القرآن ورحت كان عندنا واحد شيخ علم اسمه سعيد الفرض جارنا ونحن راحين نصلي المسجد أنا عمري يمكن سبع سنوات قال ودى ولدك محمد لو ولدي محمد يؤلم الكتابة فعلنا أبوي فراح ودانا والله يرحموا ما خض عننا سنتين درست وكتبتوا يا ما خض عننا ولا درهم من السنتين صار عمري تسع سنوات طبعا هذه المرحلة الآن عاد الأبو ما يفلتك صح الأبو خاصة نحن المنطقة الشرقية هذه يا البحر يا زراعة يوميا مننا ومننا وفي طفولتنا الله رزقنا ببلد دبل حصن يا الشيخ سقر بن عبد الله القاسمي طبعا بكلبة أخوه أحميد بن عبد الله أخوه بكلبة وسعيد بن حمد سعيد بن حمد ما أخوه إلا بن عمهم نحن يا لنا الشيخ سقر بن عبد الله رجل في خير الله يرحمه ويغفر لي وزوجته فيها خير ورئيسة الطباخين عندهم وحدة سمها خديو ما بعرفوها الحين بالشارقة إلا ناذرا يمكن سيدي صاحب السمو يعرفها فهذا الرجل الله يرحمه يغفر لي حنون على الأطفال يأمر هذي خداية ويقول لها كل يوم سوى قدر دنقو هاريوك للأطفال وكل واحد فنيان دنقو وحبتين تمر من التمر الفاخر اللي يقول لنا من العراق من البصرة هذي يوميا نحن الأطفال نروح عنده الزمن الأول يطال أمرش بضحكش مثلا عندهم العيش اسمه قردة وسو قندي يوم يطبخوا ويشخلوا الماء ماله اللي ينزل من العيش أي مثل الشوربة فهذه خداية والله يرحمها تخلي لنا لنحن نطلع من المدرسة وين يناكل عندها فعشنا بطفولتنا عند الشيخ صقر بن عبد الله الله يرحمه وصراحة أيام صعبة لكن جميلة في نصر لكن جميلة بالتواد والتراحم صحيح والترابط ييبوا لهم هدايا من الشارقة وطبعا المواصلات صعبة لا يوجد غير بلنج لنجات لأني بالطريقة هنا يتم سبعة أيام لين توصل للشارقة فييبوا له هدايا هذه الحرمة توزع الهدايا الله يرحمه ويغفر لها لكل المواطنين في دبا فأنا طال عمرش ابتديت في البحر لازم الأب يعلمك البحر لأنه ما عندهم توجه ويش بيكون في المستقبل لكن مؤمنين بالعلم لأن الشيابنا نحن احتكوا يا الكويتيين في السفر صحيح واحتكوا في أهل البحرين في البحرين منارة ألم كانت من العشرينات فيها مكتبات فيها أدباء فيها علماء البحرين هذه أول ما ابتدى العلم في البحرين بعدين الكويت فاحتكوا بالسفر بالهند بأفريقيا بالسواحل وقاموا يزرعوا في عقول الشياب أنه لازم إذا عندك ولد خلوا يتعلم يدى البحرين ويدى الكويت هالشكل ولهذا السبب يعني ذهبت أيضا إلى الكويت إلى الكويت ترى على الأول تعلمنا البحر حتى الغوص يغوصونا ويعلمونا كيف الغوص كيف البحار كيف الير ها قبل الكويت ها قبل الكويت مع أنه كنت صغار يعني أعتقد الكويت منصف السادة الصح نعم وحفظونا النهاية مالهم الأغاني هذه قال لك هذه وطنية لازم أنت تحفظها وحافظ لنحن منها آلاف أنا حافظ أول كنت آلاف لكن راحت بس في الأنة الأخيرة جمعت لي يمكن حوالي ثلاث أمية نهمة ما شاء الله نسمع نزين شوي نسمع شوي بعدين إن شاء الله بنستذكر المحطات الثانية تمام هذا الله سلم يشوني يروحوا الغوص الغوص الأول غير وبعد بالستينات غير بالستينات طلع واحد من الدبي الله يرحمه سوى لنج وقام يودّي لهم معونات نعم معونات يودّي لهم الماء يودّي لهم الأكل أول لا ما كان شيء هذا الماء يتحيا وتموت أنت فيه بالغوص يوم من شهر ثلاثة إلى شهر ستة هذا بالغوص هالبحر هذا تحتك ماء فوقك سماء ما في شيء والماء والأكل هذا اللي عندك فالنوخذ هذا أي نوخذ بسفينة الغوص يخبروني الشياب ما تقدر تكلم إلا لي المقدم يكلم ليش من صعوبته يعني من صعوبته وشديدته ما يتكلم وفعلا تمرض مشكلة يقولك أنت عيار والنوخذ من أبناء للمدينة المدينة يقولك أنت عيار أنت اليوم ما بتغوص أنت عيار قال عاد الغوص يابو حرارة يبغى قوي المرارة يبغى كبد صمة الغوص يابو حرارة يبغى قوي المرارة من غاص قالوا تيمل ومن ساب قالوا عيارة أنت عيار يوم خلص الموسم والعقد اللي بينهم يعني شهر ستة لازم نحن نرجع واحد ستة يبغى حد يكلم من نوخذ ما يقدرون فواحد قال أنا بكلم قال نهمته هذه يا نوخذ ما قدر أنا أسيب الحبل قطع لي يدي ذاكر دبا ومويهة الدوب وارطب خواطر والشلية الماء اللي يشربوا هذا حلاء أحمر الماء اللي يشربوا بالغوص أحمر تذكر ذاك الماء الصاف بدبا والحلو قال عاد يا نوخذ ما قطع أسيب الحبل قطع لي يدي ذاكر دبا ومويهة الدوب وارطب خواطر والشلية قال الثاني عاد هذا اللي تكلم السيب قال المقدمة كان ما من ولم يروا بي خلاص أنا ما أقدر يعني الهوى ما شي يروا في يميداف بروح قال كان ما من ولم يروا بي وانقضت يا سيب المدة خيروا بالشرع وارفو كان مكتوب الأجل عنده وقال البحار دول الدول هو كلمة يقولها مصطلح يقولها أهل البحر الدول هو الطحال بتسامة هذه تظهر بشتماتيهم تلغواصين بشتع بالقيض يوم حر البحر يلغب صل الماء الحمر ويه عندها هذا الطحال بالسامة قال عاد دول والماء يشرح الحنة والبحر ما نواز ينغوص والسنة عازم بمحنة يابن للسم بعقوص قال الآخر هذا اللي بخلاص قال دار الهوى شامي يا أبو عبدالله الهوية من جهة البصرة والكويت ييب السفينة على الإمارات على الشارق على دبي على بوظبي قال دار الهوى شامي يا أبو عبدالله سنيارنا سافر وتوكل بالله اجتمعوا كلهم وغنوا هذه الأغنية هذه يسموها أغنية ممكن ترفها أيضا عن نفسهم نعم وخاصة في هذه الزيارات وهذه الأصلاف إذا تبعون نلحنها بنلحنها بنغنيها لحمها يلا لحنها قال دار الهوى شامي يا أبو عبدالله سنيارنا سافر وتوكل بالله دار الهوى شامي يا أبو عبدالله سنيارنا سافر وتوكل بالله السنيار اللي هم يغوصوا عداليهم خلاص هذلك سافر أ概قعد قال يلا نبشة نبشة كيفتيش عقب التفتيش خلاص طيّر المديرة من يطيّر البنديرة هو طيّرها كلهم هذه بالنسبة للشياب الأوليين وماشاء الله محطات كثيرة لازم أخلص اليوم المحطات خلال هذه الحلقة إن شاء الله طيب هذه قبل سفرتك للكويت لكن لما سافرت للكويت تم يتعتقد سنتين أستاذ محمد ثلاث سنوات ثلاث سنوات أو أربعة الله يسلمك رحت للكويت على أساس أني أبوي وصّاني من وصيتها للكويت أن أبوي وولادكم لازم لكن هذه الكلام هم وصّينه بالخمسين أنا سافرت بالستة واحد وستين فقلت لازم أنفذ كلام الوالد لازم أدرس رحت ودرست بمدرسة بعيد وأمشي يمكن خمسة كيلو رايح وخمسة كيلو بالليل مسائي يوم رحت هناك طبعا للكويت توها مستقلة أول شهر اللي أنا ييته هي استقلت فيه نعم والناس تبغى تتعلم محول أمية والشياب هذي اللي دخلوا مثل سايق باص سايق يعني سيارة الحارس يبغوا يتعلموا على الأقل اللي كتبوا يوقعوا فيول بدوا كلهم يتعلموا وأنا عمري 13 سنة خلوني قوي الشياب هذي للكبار يبغى المدرس نص ساعة ساعة يبغى يكتب حرف الألف ما يقدر المدرس المدرس يبقى الولد الريال هذا الشياب اللي يدرس يقول لي قم اكتب ما يعرف شيبة أول مرة قال بخاطره قال هذي لما الكبار ما يعرفوا هالولد وش يدرس قال لي تعال قال لي يكتب كتبت أنا استغرب مني كتبت بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال لي اقرأ سورة الفاتحة قرأت قال لي تعرف تقري قلت لي أنا حافظ القرآن كله هو ما حافظ له هو المدرس اللي علمني ما حافظ أنا حافظ وكتبت قال استريح بكرة تعال من وقت سار وخبر الناظر قال لي هذا الولد هالشكل هالشكل المفروض أنه نحن نعلي فخلوني خاطبوا الوزارة يزال الله خير الناظر من الأول إلى السادس فدرست السادس وأول متوسط وكم كان عمرك حزتها عمري 13 سنة درست عندهم السادس والأول متوسط وثاني متوسط بعدين طبعا الكويت توها بازا سينمات رياضة كورة من رحنا عند الرياضة ولعبت في الكويت ولعبنا بالحوار بالحوار ربعا أسسوا نادي اسمه نادي الضافر الله يزيهم خير وعلمونا بالرياضة واتنين منهم من كلبة واحد اسمه علي جمع صابر واحد اسمه علي صابر هاي ناس طيبين وخيار وتكاتفوا مع ربعنا وسووا إدارة ونقلنا النادي من الكويت إلى هنا هم أسسوا وأسسوا نادي دبل حصن أسسنا نادي اسمه نادي الخليج الخليج وبعدين خلفنا سوينا السلام ها كان بدبل خليج السلام هاي بعدين الشيخ سلطان الله يزيخير قال سمه نادي دبل حصن وشهره لنا بواحد وثمانين لكن نحن لعبنا من أول السبعينات لعبنا بالنادي أول خمسة وستين خمسة وستين يوم رجعنا من الكويت خمسة وستين وأول أيام عهد خالد رحمه الله طيب الله ثرات الله يرحمه سوى لنا مدرسة الخالدية ونحن هناك بتعب دراستنا بتعب وركيض ربعنا درسه لكن هنا أدى لبيتنا المهم فتحوا المدرسة واجهوا المدرسين والناظر والمدرسين واجهوا مشاكل أول مشاكل من المواطنين كيف يستقطبونهم يعني أنا عندي ولد وديته المدرسة الساعة عشر رحت قلت لي تعال اطلع قال سير البحر عان الدوابي المدرسين يعني شافوه هذه والله أنا ما أبغى درس ولدي عندنا واحد الله يرحم اسم أحمد محمد جابر وعندنا عبد الله يعروف رئيس الديوان وواحد اسم سعيد سليمان زايد وعندنا محمد عبد الله الحمودي هذين هم تعلموا بالكويت درسوا قالوا نحن بنشكل لجنة نحن الآن نأسس يعني نأسس البلد نشكل لجنة تساعد هذين وتخوز الإعاقة عن الليعيق المدارس مثلا البلديات الشؤون الاجتماعية المساجد يعني تبغى نقص هذه لازم تكون أنت متواصل ويا الحاكم ما يحلها بهذا كل أيام إلا فبدأنا نشتغل بدأنا نشتغل طال عمرش بالمدارس نروح عند الناظر نحن ندرس بالليل ونجتمع ويا وش عندك وش قال والله هذا عندي هذا عندي كتب أبغي نبغى دفاتر كل يام الكراسات وهذه كلها من الكويت ذاك الزمان هذا الكلام 98 بعد ما صار ما صار الدولة بس صار الإمارات المتصالحة واللي يديرها مجلس التطوير اسمه مجلس التطوير هو اللي يطور هذا دخل الكهرباء والماء والبنيان فاشتغل فاشتغلنا تمت هذه اللجنة دائما دائما يعني تشتغل للبلد أي عاقة بالبلد مو بس بالتربية إلي والله واحد من الشارج الله يزيخير سعادة أستاذ راشد بن ديماس الله يعافي يطول بأمره كان مهتم بالمدارس وبالعلم وبالتعليم وطرش لنا أن أبا أسوي مجلس الآباء والمعلمين وكنت أيضا أنت قائم في هذا المجلس وعملت أيضا في مجلس الآباء نتكلم عن هذا المجلس لكن عندنا أستاذ محمد أيضا مداخلة هاتفية نتعرف أكثر على جوانب حياتك ومسيرتك أيضا سواء كانت المهنية الاجتماعية وغيرها من الآخ سليمان محمد جمعو تعرفه هنا الحين معنا على الخط ونقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا بك أستاذي حياك الله وإيانا في برنامج مرحبا أستاذي مرحبا أستاذي مرحبا سعادة ورحباك فيكم يحفظكم يا رب العالمين مرحبا سعادة رئيس مجلس القرى والضواحي في مدينة دبلحصن فأهلا وسهلا بهذه الوجوهة الطيبة طال عمرك الله بارك فيكم ويحفظكم يا رب العالمين أنا لي الشرط أن أتداخل اليوم في لقاء مع أخي الأكبر وهو من قرابتي أيضا ابن خالكي خبيرنا الثقافي وخبيرنا التراثي حقيقة اللي نلجأ إليه كلما اعتزنا أي شيء حقيقة وهذا ليس بغريب عليه فمحمد ما شاء الله عليه يعني لا أزكيه على الله هو رجل موسوعة أن أتيته في الأدب أن أتيته بالدين أن أتيته بالتراث إذا أتيته بال يعني كل ما يتعلق بمدينة دبلحصن وله أياد بيضاء حقيقة راعلة طيب الله جزاه الخير وبارك فيه يعني في كل محفل وفي كل موقف صحيح فجزاه الله خير عما قدمه وهذا ما نلمسي سمحوني هالي بس مقدمة وتفضلوا بأي شيء أنا حاضر الله أولي الشرف أنه الداخل بحضور أخوي الأكبر الأخي أبو عبد الله الله يخليك الله يخليك أبو محمد شكرا الله يطول عمرك بارك اليوم الأستاذ محمد موجود عندنا لنتعرف على سيرته على حياته على محطاته يعني دائما نحن أيضا نعيد ونزيد أنه في برنامج محطات نستضيف خيرة الشباب وخيرة الأشخاص الموجودين عندنا في المنطقة الشرقية لكي أيضا نحن نتعلم منهم من تجاربهم من خبراتهم من تخصصاتهم من محطاتهم فمداخلتك هذه ممكن تثري هذه الحلقة بمعرفة جوانب كثيرة من حياة الأستاذ محمد نعم نحن أولا أول حاجة لا أزكيه على الله وأقول محمد علم لا يعرف هو للمجل ما يقوله حقيقة يعني جزاهم الله خير الأوليين ما تركوا له على التاليين حاجة وهو أيضا من الناس الذين خدموا هذه البلاد وقدموا لها ما يستطيع في شتى المجالات أسأل الله أنه يزيه الخير وهو فعلا مثل ما قدمت يمكن نعتبره يعني مرجع وخبير ثقافي وفراثي في مدينتنا ونحن أهل مدينة دبا الحصن كلنا أهل صحيح ما نطلع البحر نطلع بعضنا البعض يعني قرابة نسابة أخوة أصدقاء جيران في بلدة محدودة ومثل ما يقوله كلنا أهل القرية وكل واحد تعرف قويه فأحنا متعارفين أما بالنسبة لأبو عبد الله وأبو عبد الرحمن لأخ محمد عبد الرحمن طميجي إذا الله خير عرفته أخا فابلا ورجلا كريما من رجالات دبا الحصن وهو من أعيان البلاد والناس المسماعين اللي لهم صيط طيب وبدلا واهر مشهود أنا حقيقة يعني عندما كنت في إدارة مدرسة الخالدية كان مع بعض الرجالات الطيبة الموجودين منهم ومن انتقل إلى رحمة الله ذوي فضل علينا في تربية الجيل وفي مساعدتنا في تقديم الأفضل في ميدان التربية والتعليم لأبنائنا كان هو أحد هؤلاء الرجالات في مجالس أولياء الأمور الآن تسمى قديما كنا نسميها مجالس الآباء والمعلمين حيث يلتقي طرفان لمساندة بعضهم البعض فيما يخدم الطرف الثالث أقصد الآباء والمعلمين يتعاونوا لتقديم أفضل شيء ممكن للقلاب اللي هم الحلقة الثالثة المكملة في بناء أو في عملية التربية والتعليم محمد حقيقة يعني رجل فاضل إظهر الله خير له يد ممتدة في كل شيء بالناحية الرياضية شغل في إدارة النادي كان ما حضرت الحلقة من بدايتها حقيقة ولكن اللي أعرفه رجل يعني من الناس اللي بدل والغالي والنفيس في خدمة هذه وهذه المدينة والإمارات عموما والإمارات هي حقيقة يعني بلد نشأت بعزم أبنائها من يعني شتى المدن وما كان ذلك من عبث ولكن برعاية كريمة من قيادتها ومن الشيوخة اللي نعتبرهم يعني آباء لنا وأولياء أمور لنا نصير على قدواتهم نعم ما قصت الأستاذ سليمان محمد جمعو كل شكر لك وشكرا على هذه المداخلة الطيبة يعطيك العافية شكرا شكرا أستاذ أبو محمد اللي يخليك شكرا ما توفيك الكلمات يا أبو عبد الله الله يخليك وأنت ما عليك زول وأنت الرجل اللي يبطي فيك يا أبو محمد زاكر الله خير الله يرحم روح والديك يا رمشك شكرا جزاكم الله خير وشكرا على التاحة الفرصة للحديث يعطيك العافية وأنتو ما شاء الله قناة متميزة والله الحمد لله شكرا لك سادي ما قصرت أقول لش طال عمرك رحت يوم رجعنا من الكويت يا أنا واحد كويتي وقال أنا أبغي بحرية للكويت قلنا أبي نحن خلاص الحين تعبنا من الكويت من السفر وقال لا ترحوا يا أي سنة رحت يوم رحنا وطلعنا من دبة على مضيق هرمز على راس الخيمون رحنا كويتي يعني السيدة معلي عندهم طريقين من خلال خبرتي في البحر وبحر الخليج العربي درسنا دراسة كبيرة ولا الدكاترة الهيرات المغاصات مكان الصيد الحداء الجزر مالهم إلينا البصرة عندنا خبر إنساء الله قلت لي أنا صغير قلت لي إن أخذ أبغى أتسوق اللنج ضحك قال كيف تسوق عندنا الله يرحمه الحنضل عبد الله الحنضل نعم من خور فكان ومحمد راشد من خور فكان وواحد من قوم الكابوري الله يرحمه يغفر لي قال خلني أعطي هذه لك الأكبر منك الأكبر نعم قلت لي لنا قال شو تعرف بقيادة السفن الديرة هذه شو سمها قلت لي هاي سمها ديرة قال تعرف النجم اللي يمشي عليه قلت لي نعم شو النجم قلت لي سهيل سليبار الناجة العيوق الياه الترية قال تيمو قال قال لي الحين إذا تروح الكويت الحين على وين تبغى قلت لي الناجة الناجة أو المغيب قال سوق فتعلمنا هذا الخبرة من السفر احتكينا ويا الكويتيين هناك حصلنا واحد الله يرحمه ويجب أن نقول الله يرحمه مدرسة اسمه الشيخ عبد الله الدبوس هذا من الشيخ الكويت خال وعبد الله السالم أمير دولة الكويت جميل يعني أيضا من هذه القصص سمعنا منها وتعلمنا واستفدنا منها وخاصة يعني الأستاذ محمد أيضا متعاون معنا في برامج التراثية المتعلقة بقناة الشرقية من كلباء يعني الكثير من المعلومات المتعلقة بالصيد بالأسفار وغيرها من الأمور يعطيكم العافية يعني على هذه الجهود طبعا اليوم حلقتنا مستمرة فيها الكثير من المداخلات فيها الكثير من الصور الحين يعني المخرج أيضا بتعرض لنا مجموعة من الصور يمكن ترجعنا شوي للماضي نعم ونعلق شوي على هذه الصور يرى نشوف الصور نبدأها مع أول صورة هذه طال أول الله يرحمه الشيخ زايد أول ما خرج الدفعة الأولى من كلية الطيران أنت من ضمن الحضور يعني نعم أنا هذا منك صاد هذا الشكل اللي بالخلف أيوة اللي بالخلف أزعاد يمين ولا يسار الحين الحين على الي مني على يسار يسار أول واحد أيوة أول واحد هذه آتنا دعوة من قيادة العامة فوق هناك وسرنا والله بوضبي وشفنا الأمور طيبة يعني ما كان زحمة ما كان الله يرحمه الشيخ زايد في الصف الأول نحن ثالث صف جميل الصورة اللي بعدها وشاهدنا التخرج وتغدينا عند الشيخ زايد الله يرحمه يغفر لي يا رب اللهم آمين نشوف الصورة الثانية أيوة هذه زيارة الشيخ سلطان لدبل حصن أعتقد الله يطول عمره سنة 85 نعم وأنا كنت في النادي وحضرنا عنده وجاننا النادي نعم لما كنت أيضا رئيس في نادي دبل حصن الثقافي رياضي نعم نتكلم إن شاء الله عن هذه المشيرة أكثر وأكثر من بعد رأيتنا لهذه الصور الصورة اللي بعدها صورة كثيرة عدنا اليوم مستان هذه ممكن أيضا صور من النادي كنت أنا لاعب الأول الثاني 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 كنت لاعب في الكويت ولا هنا في دبا لاعب في الكويت لكن هذه الصورة صورينها بدبا نعم بدبا أول هذا يمكن عمرها 1967 هذه الصورة تحتفظ في الصور للحين السابقين هذه بس الوحيدة اللي احتفظ فيها ولا ما احتفظ وايد نعم ما احتفظ صورنا بالكويت وايد بس ما احتفظ تحتفظ بالكتب ما شاء الله بالكتب أنا هوايتي شوفي يوم رحت بكتة حديث يوم رحت الكويت كانت عندهم مجلس منها العربي معروفة تعرفوها أنت الثقافيين هذه غالية عندهم بالكويت يعني من ثقافية جدا فقمت دائما اقريها هذه المجلة معروفة مجلة العربي عالميا معروفة نعم جميل ناخذ الصور اللي بعدها هذه بطاقة يوم كنت أنا نائب رئيس بالنادي بطاقة عضوية عضوية نعم بنادي دبل حصن لما كنت نائب للرئيس للرئيس نعم ايوة وبعد في صور غير هم سميان هي في صورة ايوة هذه أيضا ما أدري في النادي يوم نكرمهم أو أن في مجلس الأبا والمعلمين في فعاليات بمدرسة الخالدية هو شيء خاص عن الرياضة الرياضة سواء كاف النادي أو حتى في المجلس نعم الصور ما شاء الله محطات كثيرة هذا ممكن مع الجيل الجديد نعم هذا قريب نتكلم عنها تطوع أستاذ محمد نعم تطوع كان يمكن تطوع نعم نعم في صورة وحدة نعم الآن فريق العمل يختارون من ضمن الصور مجموعة من الصور اللي ممكن أيضا نقدر نتحدث عنهم فهناك في صورة بعد أخرى نعم نتحدث عن هذه الصورة أستاذ محمد هذه كنت أنا في غرف التجارة وصناعة الشارجة عضو لمدة سنة واحدة سنتين سنتين هي العضوية سنتين فلما نياه هذا العويس الله يزيخير نعم ولفتة كريمة ووفا وهم أهل الوفا صراحتهم نعم أنا اشتغلت عندهم هذه لأهل غرف التجارة السابقين والحين عبدالعويس عبدالله فهم رجال وأهلي وفا عزمنا الدورات كلها الأولية التي السابقة وكرمنا تكريم ماشه الله صراحة ما بعده تكريم بيزيخ الله خير وهذه لفتة وهذه وفا وأنتم تستحقونها للتخبير يعني أستاذ المحمد فما أجمل الوفا صحي وما أكثر الأوفياء لو نقر التاريخ هذا والحمد لله دولتنا أهلي وفا وأهلي التاريخ وأهلي طيب وأهلي معروف نعم فكرمنا صراحة تاج عراسنة بالصراحة ونعتز فيها إلين آخر عمرنا دائما ما شاء الله أنت مشارك ومبادر في الفعاليات المختلفة في المنطقة الشرقية يعني وجودكم يعطينا في الحقيقة جرعة إيجابية جرعة ثقافة وإلهام وأسرار أيضا وتحدي أستاذ محمد الله يبارك فيه عملك في الكثير من المحطات نعم يعني وأبرزها ممكن عملت لمدة عشرين سنة في هيئة كهرباء ومياه الشارقة الوزارة التحادية الوزارة التحادية نعم فلو نتحدث أيضا عن هذه المؤسسة عن هذه الهيئة عن بدايتكم يعني أنتم أيضا من الأشخاص اللي بنيتوا اللي أسستوا هذه الدائرة وهذه الهيئة والله مواقفنا حلوة نعم وكان الناس الزمن الأولي هذا كان كل حد يشجع بلده ويخدم البلد ويتمنى يخدم سواء بالرياضة يعني يعطيش مثال اللاعبين الأول يلعبوا كورة ببلاش ما نعطيهم ولي حاجة إخلاف قمنا نعطيهم باترول نأجر لهم سيارة حاجات بسيطة عشاء لكن أولا هم يشتغلون فنحن أيضا أسسنا كل حد حد بالصحة حد بالكهرباء حد بالبلدية أنا يحضي في الكهرباء أتذكر يوم من الأيام احترق عننا محول ألف كيلو وات احترق ولازم تبقى المدينة أو الفريق اللي فيه هذا المحول يبقى خمسة أيام ماشي كهرباء خمسة أيام متواصلة متواصلة طبعا المحول احترق خلاص والكيبل اللي تحطيه احترق مسافة يعني يمكن خمسين متر وهذا يبغى شغلة فيلسوا العمال والمهندسين بحيرة قلت لهم ما في حيرة أنا عندي شركة وعندي عمال ويبتهم يساعدون العمال يبت عشرين نفر قلت لهم يلا حفروا اللي يبطل المحولات ولي 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 وقلت لدريول يلا روح المقصب يبلينا دبيحتين وتعال سو غدا تصوري بروحي أضرب شي والوياهم على أساس أنهم ما يتكاسلوا بروحي أضرب شي والو تحتل الغترة والعقال اللي عشاء يدن الكهرباء شابة ما شاء الله لأن خدمة وطن ومسؤولية ونتفاخر فشغلنا الكهرباء خلال ثمان تسع ساعات نعم فهذا أيضا التأسيس ليه دور الكابل هذا لازم يسير في هذا المسار الماء مننا يعني شغلة متعبة والمواصلات ما كانت هذه المواصلات وما كانت هذه المكانيات اللي الحين موجودة الحفارات ما حفارات الكرينات الشيولات ما كان هذا بداي فصراحة اشتغلنا وخدمنا بخلاص ما شاء الله عليكم والله يواليكم الصحة والعافية خدمنا وبنينا بخلاص والحكومة وياننا اشتغل يعني اشتغلنا نعم ابنتعرف ان شاء الله على الكثير من هذه المحطة وطال أمرش أيضا التطوع أنا الناس ما يعرفوا أول ذلك اليام التطوع يوم حرب الكويت رحت الشارقة وسكنت هناك شهر تطوعت عند جمعية الاجتماعيين عند أظنت رئيستنا أظنت موز أغباش الله يزيها خير أعتقد أني ذلك اليام أنا ما عرف وايد وعقب الشهر عاد تعبت من الشارقة قلت لهم أنا بخضوا ياي ثلاث عائلات كويتيات ما وديهم دبا وفعلا استعجرنا لهم بيت وقمنا أهلي دبا ما قصروا الصغير والعود ساعدوني بكل حاجة قال محمد ما بنخليك أنت نحن هذه لضيوفنا وضيوف بلدنا وضيوفك صحيح اللي سلم الكهرباء واللي استعجر بيت والأكلات بعدين بعد أربعة شهر ثلاثة شهر ياتهم مساعدات من السفارة مالهم بالكويت وقالوا لي محمد شكرا ثلاثة شهر قذرنا وياك وأربعة وراحوا نعم وتتواصل الحين معاهم والله قمت تواصلوا إياهم لكن من أربع خمس سنين ما تواصلت نعم لكن حد من ربعنا يتواصلوا إياهم جميل حديثنا أكيد شيق ومستكملين هذه المجلة هذه المحطات لكن أيضا عندنا مداخلاتنا بعد وعدنا بعد مكالمة الحين هذه بعد من أهالي دباء اليوم كلماتنا كثيرة ونقول السلام عليكم ونرحب بالأخ محمد حسن يا مرحبا بك ويانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله وقادكم بكل خير وجميع المشاهدين الكرام عليكم السلام ورحمة عرفت أستاذي أستاذ محمد حسن نعم عضو مجلس القرى والضواعي جزاء الله خير وكان في المعهد كان في المعلمين جزاء الله خير يعني من الرجال الطيبين واللي يشتغلوا واللي يضحوا واللي ما عليه قاصر يعني أهل الكرم والجود جزاء الله خير ومواقفة طيبة نعم طيب الأستاذ محمد موجود معنا في هذه المداخلة بحثنا أيضا يعطينا أيضا بعض المعلومات بعض الجوانب الأخرى للأستاذ محمد واللي هو ضيفنا اليوم في الأستوديو الله يجزيكم خير أستاذ وبداية نشكركم على استضافة هذه الشخصية المجتمعية الرائعة والذي مهما تحدثنا عنه فلن نوفيه حقه وتعجز الكلمات عن ذلك محمد عبد الرحمن صالح الطنيجي من الشخصيات الذين أفنوا حياتهم بالعمل من أجل الوطن والمواطن سواء ذلك كان من خلال المناصب الرسمية التي تقلجها خلال مسيرته العملية أو من خلال أعماله التطوعية والخيرية بشتى المجالات فكان بحق من الرجال المخلصين الذين تقضى على أيديهم حوائج الناس وكان دائما مفتاحا للخير مغلاقا للشر ويسعى دائما إلى الإصلاح بين الناس والتوفيق بينهم وعرف عنه بالجود والكرم والتواضع ومكارم الأخلاق ومشاركا دائما لأفراد مجتمعه بكل مناسبة سواء كان ذلك بالأفراح ومشاطرا إياهم بالأحزان وهو من الرواة الثقات ويحرص دائما على قراءة الكتب الثقافية ولديه العديد من البرامج التلفزيونية ومنها ما يعرض على قناتكم الموقرة نسأل الله أن يجعل كل ما قدم في ميزان حسناته وأن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يطيل في عمره على طاعته شكرا مشكور يا أستاذ محمد شكرا 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 واجب والله كل ما قلناها يعني كلمة حق فيك ونحن شهداء أمام الله على هذا الكلام بحقك يا أبو عبد الله مشكور مشكور ما قصرت يا أستاذ محمد شكرا شكرا كل شكرا لك الأستاذ محمد حسين الظهور يعطيك العافية وشكرا أيضا على هذه المداخلة الطيبة شكرا أستاذي أحب أتكلم عن كلبه نبذة بسيطة يعني لكن مثل ما تقول ما نوفي حقه مثل ما قلت ليش أول الشيخ صقر بن عبد الله كان عندنا بدبة ونحن محظوظين بهذا الريال الطيب أخوه حميد بن عبد الله كان بكلبة وكان عنده الشيخ صعيد بن حمد الله يرحمهم حميد بن عبد الله براشد هذا تاجنا في دبل حصن ولو أفضال كثيرة بالحرب العالمية يخبروننا الشياب بالحرب العالمية الأولى والثانية ترى ما بينهم مسافة أهل البحر نقطوا عن البحر وأهل السفن ما قدروا يسافروا لأن مشاكل في الحروب وهذه فصار عندنا عجز في الأغدية والاقتصاد التعاب والناس توقفت فبعث الشيخ صقر بن عبد الله لأخوه حميد بن عبد الله أن يعني يمد أهل الدبل حصن بالمواد الغدائية فبعد ما وصل الكتاب بدقائق بساعات يعني مبأيام أمر الله يرحمه ويرحمهم جميع الشيخ صعيد بن حمد والشيخ حميد بن عبد الله بشحن السفن هذه مواد غدائية لأنه قاموا يعطونا الشياب يقول يعطونا بطاقة صغيرة مال تموين يعطوك يونية لازم تكمل شهر ونص يشوفوا كم عندك الأسرة إذا أربعة خمسة نفار يقول لك هذه عقب شهرين نحن بنعطيك اليونية هذه بطاقة يسموها للتموين فدفع بهذه السفن الشيخ صعيد بن حمد والشيخ حميد بن عبد الله براجد الله يرحمه يخبر ليهم وهذا فضل ما ينتسى لكن أنا علمني أبوي عن هذه القصص وعن هذه المواقف الرجولية ومواقف الوفاء لكن في بعض الأولاد ما علموا الأبوة ما علموا أولادهم أبوي يقول إذا شبت واحد من أهل كلبة أو من الولاية وزبارة هذا حب على الرأس هذا لهم أفضال ما تنتسى وتم يموّلنا إلين ألف من من خمسة وأربعين ألف وتسعمية وخمسة وأربعين إلين ألف وتسعمية واثنين وخمسين التمويل ما نقطع من كلبة وأيضا لا ننسى أهل الولاية بعد مواقف فأشكر وأقول الله يرحمهم هذي وشكرا لأهل كلبة يعني أقولها من صدق ما تقسر أستاذي صراحة هذا وفا وهذا إذا اللي ما يذكر هذا الكلام اللي ما يشكر الناس ما يشكر الله طالعا صح فهذا لي كلمة عليهم والكلام ما يوفيهم مواد قسر أستاذي ولهذا السبب ممكن أيضا كتبت وثيقة عن هذه الأمور وروايات أيضا تخص هذا الجانب اللي هو التاريخي والترافي أستاذ محمد يعني أهل كلبة هم بحاجة للمعونة لكن خاء عن نفسهم منعوها عن نفسهم ويابوها لنا نعنا فهذا شكر وألف شكر لهم مواد قسر أستاذي جزاهم الله خير والله يرحمهم وكانت تتينا السفن من عندهم بقيادة الله يرحمه باروت باروت وولده سهيل سهيل صغير خبرنا أبوه سغير لكن باروت الرجل الطيب العابد الزاهد يعني رجل فيه خير ودائما يقول بتروح عنكم هذه الغمة بس دائما كثروا من الصلاة والاستغفار وإن شاء الله بتروح هذه الأمور وبتروح هذه العجز وفي حالة ردت الأمور كلها وصارت بلدنا هذا الشكل ما شاء الله ولله طال عمرش أيضا من ضمن أني أنا كنت أحب القراءة هذه محطة أخرى أيضا أيوة أحب القراءة هذا محطتي بالقراءة يوم نحن صغار بالخمسينات قاموا الناس ما أدري من وين هذا اللي ييبوا لنا قصص كتب ونحن نبغى نقرأ ما عدنا شيء نقرأ اللي يحب يقرأ فشو أسوي أنا ما عندي غير المجلة اللي يبتهم لكويت مجلات العربي هذه فقال لي واحد لازم تروح للبحرين وتجيب لك كتب من البحرين وبتجيب لك كتب بس شن لميت ربي أنت لكن وين لميت بس ذيك الأيام يعني بعد ما ينا من الكويت كده وفرنا يسمون والله ورحت البحرين شوف ركبت بلنج من دبي إلى دبي ومن دبي إلى البحرين وقالله رزقني بصاحب مكتبة في خير رجل مثقه في خير أسأل عن كتبنا قال لي شو تبغى بهذا الكتب أنت هذه مبزينة كتب هذه إذا ما تضرك ما تنفعك وأنصحك قلت لي زين أنت بترشلح لي كتب قال نعم أنا برشلح لي وبتكون لو ما متعلم بتكون دكتور بتحاج الدكاترة والله يا بلي كراتين وترشلي كراتين ثلاثة قال أعطيتك الأدب الجاهلي وعطيتك الحضارات التي قامت والممالك وكتاب جواهر الأدب السير النبوية إلى ابن كثير وابن هشام يعني كتب يا بلي صح أن الريال هذا برني بالكتب خلصت الأدب الجاهلي والممالك مملكة تدمر ومملكة النعمان ابن المنذر وغيرها الملوك اللي قامت والحضارات هذه علم الحضارات اللي قريته هذا علم فبقى علي طال عمرش أشوف لي واحد عنده باكلوريوس في الحضارات ما حصلت لكن الله سبحانه وتعالى سبب لي أني أنا كنت يوم واحد بالنادي يالس وهذا الكلام 69 يعني واحد قال لي نحن اليوم عندنا نبغى نسوي القوافل الثقافية يوم الأسبوع هذا الخميس بتكون عندكم بالنادي هنا أنت سوى دعوة إلى المواطنين أنهم بنعرض عليهم القوافل الثقافية يأتيهم من الشارق سيارات رغم أن صعب الطريق كان ما كان مزين يعني من الشارق ينبدأ تطلع الفجر توصل للمغرب يعني هذه القوافل محملة بالكتب لا هذه ميكروفون وفيها سينما وتأرض عليكم عن الحروب وعن المشاكل وعن كأفلام مثلا وقت لا أفلام أفلام ثقافية أنكم أنتم تبطدوا عن المشاكل يعني زينة سألت وانا قلت لي ما تعرف واحد عنده دارس في الحضارات قال لي يبقى في شرك خير يا ينة دكتور اسمه أحمد محمود الصواف وبيلقي محاضرتين بالفجيرة عند الشيخ محمد ومحاضرتين عند الشيخ صقر بن محمد ومحاضرتين عند الشيخ زايد الله يرحمهم ويوم الفلانة يوم الخميس أمسكه بعد أسبوع ثاني هو موجود بالفجيرة من العصر المهم وصلت الفجيرة قبل المغربة بساعة وقلت لي أنا يا هذي قال مش كنتك محلولة أنا اليوم أنت اسمع مني مش بقول بالمحاضرة عن الحضارات وبطرش ليك شريطين من من رأس الخيمة ومال أبوظبي بعد شهر إذا تحصل حد من الفجيرة أو من دبي الفجيرة ويودلك أنا والله حصلت واحد بالمكتبة وكلمت وقال خلاص بتوصلك للبيت جميل طبعا هذه من ضمن القصص الجميلة اللي الواحد ممكن أن يتابر من أجل معلومة وحدة صحيح عدنا الحين أنصر مفاجأة نعم اليوم مكالماتنا بعد كثير أستاذ الحمد بس أنا سلمت قبل شوية وإن استقبلت المكالمة لكن الحين عليك تتعرف على منوه المتصل يلا أخذ المكالمة الحين مرحبا السلام عليكم كيف الحال الحمد لله طاب حالك الله يسلم يا مرحب يا مرحبة معاكم ضيف اليوم أبو عبد الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كيف الحال شوخ بارك الله يطول عمرك يا مرحب ضيف ما يعرف للحين منوه المتصل ما عرفت عرفتني لا سولف معاه عشان يعرف ذكر الموقف نعم ما عرفتني أقول لك لا للحين والله المفروض تعرفني يعني لأن أبو 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 علاقت وياك 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 ذكر بشي جمعكم ذكر بموقف حادثة صارت دائما نقعد وين تقعدون مجلس أولي الأمور أستاذ محمد لا لا الاسم نقري الحين على الشاشة ما أشوف من أقرب الناس يقعد عندك المرحب مرحب أخوي علي مرحب دين صحيح فاجأتون أنت ما كان اسمه موجود الله يخليك أخوي الله يبارك فيك إن شاء الله اليوم نور قناة الشرقية الله يبارك فيك بوجودك وبوجودهم هذه الضيافة العزيزة وجزاهم الله عنا ألف خير حياك الله يا أبو مرحبا بك أستاذ علي اليوم صديقك موجود معنا أو أخوك حتى في برنامج محطاتنا هذا صديقي و أخوي و حبيبي و كل شيء يعني الله يجيك خير هذا شيء كبير في حياتي الله يبارك فيك هذا عشنا مع بعض ولا لا نزال الآن نجمعنا مع بعض الأخوة والأبتقاء نجي نقعد نتسامر في مجلس أولياء الأمور الطلبة والطالبات في دول حصن و يعني نتحدث عن الغياضة و عن الثقافة و عن كل شيء جديد في الحياة الأمور التي تخصص فيها طبعا الأستاذ محمد محمد من الناس اللي محبين للشعر و ل قراءة الكتب و يعني محب الله يبارك فيك مشكور يحب أناشيد البحرية و يطلع و عنده أكيد عنده كتب و عنده قصائد عن البحر نعم محمد من الناس اللي أقول يعني أمدحه أنا يعني مدح فيه لأن أخوي بس محمد إنسان حبيب لجميع الناس محب و إنسان خلوق إنسان كريم يعني يقدم خدمات طيبة للناس اللي يعرفهم واللي ما يعرفهم محمد عبد الرحمن من يعني شي كبير أنا لو أقول عنه شي كبير في قلبي مشكور مشكور أخوي شكرا 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 لفضل كبير علي وعلى بيتي وعلى أولادي لا 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 أخوي ما بينك فضل طال أمرك الله يحفظ مشكور مشكور يا محمد شكرا شكرا الله يشلم هذا حكم رياضي محنك من سنين لازال الاتحاد متمسك فيه نعم ربعوا راحوا كلهم لكن هون الاتحاد وتتستمعون للآن في مجلس أولياء أمور الطلب وطلب ما عندنا مكان غير نصير هناك عندهم مجلات حلوة الشارقة الثقافية هذه مجلة رهيبة حلوة حلوة ثقافية بس لو واحد يقري هذه المجلة الشارقة الثقافية مدة سنة يتغير الثقافة وتتغير وتغير أمور وكل شيء لأن الحياة قراءة ومعلومات أنا عندي معلومات ليش لأن يلست يشياب الأوليين من يلست وياهم من واقع تجربتهم وخبرتهم صحيح يعطيك العافية هذه الجغرافيين صحيح أنا يلست وياهم يوم واحد على البحر يتراهنوا هم يتراهنوا قال حسب لي المناطق من دبة إلين الصومال آخر شيء عدوهم عدة بالمنطقة لأنهم صاروا غاصوا هناك غاصوا بسيلان ما شاء الله عليكم موسوعة في هذه الأمور في الأخير يعني نظرا لضيق الوقت والله أن الحديث معك شيق وما حسين بالوقت لكن للأسف أننا مرتزمين بوقت معين أستاذ محمد أتشرفنا بوجودك الله يبارك يعني دائما الأستاذ محمد من ضمن الأشخاص المتعاونين معنا في قناة الشرقية من كلباء والذي نستفيد منه بشكل كبير في كافة المجالات سواء كانت التراثية الثقافية الرياضية وغيرها من الأمور يعطيك العافية أستاذ يلا مشكورين هتعرفنا على محطاتك واستفدنا من هذه المحطات الجميلة شكرا لك الأستاذ محمد حسن يعطيك العافية عافية أذا مشاهدينا لا يصل الإنسان إلى النجاح دون المرور بالصعوبات التي تقوي إرادته وصاحب الإرادة القوية لا يطيل الوقوف في هذه المحطات بل يتجاوزها ليصل لهدفا ويحقق حلمه محطتنا لهذا الأسبوع انتهت نلتقي بكم في محطة جديدة الأسبوع المقبل ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر